وسائل النقل أمر شديد الأهمية عايزك تبصلي على أي دراسة اقتصادية حصلت في العصر الحديث لا تعتمد بأساسها على وسائل النقل تيجي تقولي أصل أنا مش عجبني بتعمله طرق بتعمله كبيري بتعمله سكة حديد هو احنا مش عارف إيه علشان نعمل أطر كهرباء احنا علشان نبقى مش عارف إيه عظيم جداً كبير لازم يبقى فيه عندك أطر كهرباء لازم يبقى فيه عندك وسائل النقل حديثة خد بالك بس عشان تبقى فاهم حاجة يعني العالم علشان يستقبل المنتجات بتاعة سيادتك حطت اشتراطات حتى في اللي بيأكله يعني مش بقى مسألة أصل البرتقان ده طعمه حلو وحجمه بالحجم اللي بيبقى عايزينه الأوروبيين واللق هي مش بس في المواصفة الشكلية أو حتى في الطعم لا ده الأوروبيين حطين مواصفات متعلقة بطرق الزراع انت بتزرع ازاي وبتستخدم أنهي نوعيات من الأسمد والمواد اللي دخلة في هذه الفصائل ايه وحاجات زي كده فلو حصل فيها لخبطة هيجي يقولك شكرا مش عايز فهمت ليه الأوروبيين بيستوردوا من مصر موالح؟ فهمت ليه أنت نمرى واحد في التصدير للاتحاد الأوروبي علشان أنت في الحتة دي عملتها كما يجب أن تكون بالمصطرة طيب علشان تصدر منتجات أخرى ليست فقط من الحاصلات والمنتجات الزراعية الناس بقدم متصورة أن القصة كلها عند الأوروبيين مثلا صدر العربيات تبقى الاشتراكات الأمن والسلامة المنصوصة عليها فيه اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي فيه هي ماشي بس كده وانت صنعت ازاي؟ الأوروبيين ماشيين في سكة بتاعت أنه عشان أستورد منك عاوز أضمن أنك أنت صنعتها بطريقة غير ملوثة للبيئة أو في أقل الأحوال لا تتسبب في حمل بيئي ضخم انت متخيل؟ طيب يبقى علشان كده أنت طول الوقت قاعد عمال بتتوسع فيما نطلق عليه اقتصادا أخضر هيدروجين أخضر عربيات كهرباء صناعات متعلقة أو إنتاج طاقة بديلة واخبالك ليه ولا لأ؟ مش بس عشان بتوفر طاقة للمصانع عشان لما تنتج تبقى بتنتج تبقى للاشتراطات اللي بيحطها العالم فهنا توصل لإيه؟ للندية طيب الندية في إيه عم يوسف؟ الدكتور طاعة حسين الله يرحمه كان بيتكلم على التجربة الحداثية الأوروبية وتجربة مصر ده مستقبل الثقافة في مصر إنه إزاي تقدر توصل؟ فعلينا إن إحنا نبص على التجربة مش عشان نقلد عشان نبقى أنداد أنداد هنا دي بقى عبقرية الدكتور طاعة حسين فلما تيجي تخلق وضع داخلي اقتصاديا بنفس المنظور وتستلهم التجارب اللي سبقتك قبل كده في أوروبا وتبدأ تشتغل عليها علشان تحصل هنا بكفاءة هي دي بدايات الندية أنا مش عايز أخدك تبص بقى على قرارات كبيرة متعلقة بالأوضاع العربية العربية أنت واقف فيها أسد أنت وإخواتك اللي حواليك عشان الحق يتقال أنت وإخواتك اللي حواليك وقفين أسود أسود قدام مين؟ ده أسود أدخن تخين المفهومة دي ولا إيه؟ على رأيه فقدر مهندس الله أرحمه مش كده ولا إيه؟ ده التليفون ما بحدش بيرد عليه وبتاخد مواقف واضحة ومواقفك جوه المحافل الدولية واضحة وعلى أكبر ملفات مركزية شوف نهاردة كنت بتكلم مع زميل وصديق الحقيقة علي جدا في مجلس إنه بالدكتور خالد بدوي فكنا بنتكلم على مسألة هو العالم شايفنا في أي اتجاه وقلت له خالد أنا كنت في أمريكا في شهر 9 اللي فات وقابلت أكتر من عضو كونجرس وقابلت أكتر من حد في دوائر الشرق الأدنى في وزارة الخارجية وملقيت واحد واحد ما تكلمش بإشادة عن التجربة الاقتصادية المصرية كويس؟ ولما أنا بقول لك الكلام ده فأنا بكلمك على زيارة واجتماعات معلنة جدا يعني فيقدر الأمريكان يكذبوني إلى وانا يعني هم موجودين وأنا موجود الصفارة الأمريكية موجودة والعبد لله موجود الجماعة في الخارجية وفي الكونجرس موجودين على سبيل المثال يعني الكل الكل شوف أنا بقول لك أنا مسؤولة وعن الكلام ده تعديدا عشان أنا شاهد العيان أنا اللي سامع جمعي يا زملة زيارة زميلة صحر البزدار طبعا جمعي أنا السفيرة مشيرة خطاب إيه لخي إليك طيب فانس أشرف سابق كذا حال الكل أشاد بالتجربة الاقتصادية المصرية تيجي دلوقتي أنت تشك في نفسك يعني أنت كمواطن مصري عظيم بتشك في نفسك وتصدق كلام العائلة المتخلفين خرفان الجماعة غير المباركة في أنه الوضع الاقتصادي والملف الاقتصادي ليس على ما يرام يا عم مش أنت السبب كورونا سبب حرب سبب مش بس كده بالمناسبة يعني ده أنت بتحسب على فطورة 3040 سنة قبلك قبلك إيه؟ قبلك إنت مواطن بدأ في 2004 يا سيدي بدأ في 36 أو في 37 دولة بدأت تعيد بناء ذاتها عشان تصل إلى مفاهيم نسميها ما بين قوسين ثقيلين في يوم ما سوف يكون عنوان عظيم وخليك فاكر اسمه الجمهورية الجديدة هيبقى عنوان عظيم وهيدرس في يوم ما عيشناه ولا ما عيشنش؟ هيدرس وخليك فاكر الكلمة دي هيدرس على مستوى أكاديمي ومش بس في مصر خد بالك وأنا بكلمك بجد حقيقي وأنا عارف وفاهم كويس أوي أنا بقول إيه؟ أوي يعني تيجي تشوك؟ بلاش دوارك الحيوية في ملف قضية مركزية الصراع العربي سوريين في الشرق الأوسط في ملف قضية إقرامية شديدة الأهمية في ملف سوريا في ملف إفريقيا في حكمتك في التعامل مع القضايا الإثيوبية الناس اللي أنا بقول لك عليهم دول اللي أنا ذكرتهم لك في المكانين والمؤسستين دول في الولايات المتحدة الأمريكية أشادوا بل قالوا يدارت أديرت هذه الملفات بمنتهى الكفاءة وما كناش متصورين كده ده كلامهم تيجي تقولي أصل وفصل شوية ثقة سيقع عليك النبي عشان ربنا يحبك شوية ثقة لما يبقى اللي برة شايفينك كده وإنت شايف نفسك قليل تبقى بتصغر نفسك ده بالبلد الواقع إن إحنا فعلا عارفين كده القديس إثناسيوس الكل يقف ضدك يا إثناسيوس العالم يقف ضدك يا إثناسيوس فيرد يقولهم وأنا أقف وحدي أمام العالم إحنا وقفين لوحدنا قدام العالم نوعيا بمسندة أشقاءنا نخلق تكتل محدش يقدر يقرب له يا راجل أنت بتتكلم على المنطقة العربية مركز ثروة ضخم على مستوى العالم مركز مواد خام ضخم على مستوى العالم قوة بشرية ضخمة على مستوى العالم لأن هنا لو بكلمك على الوطن العربي وطني حبيبي الوطن الأكبر بس لو مقلت لكش بقى إنه تخيل هذا الوطن العربي العظيم مع بقية لأن إحنا عندنا الدول شمال إفريقيا عربية طيب مع بقية دول القرى الإفريقية يا دين النبي نحنا نقوم العالم ونقعده بإشارة إن أردنا بس إذا اتحدنا والسلام ختام ترجمة نانسي قنقر